تجارة وصناعة البحرين تجاري يعد عكاسا لرغبة هذا الكيان الاقتصادي في دعم المسيرة التنموية وتطوير النظرة الاقتصادية في مملكة البحرين والتي تصب في خدمة الاقتصاد والصالح العام منوها في السياق ذاته بأن الحكومة الموقرة تول اهتماما لغرفة تجارة وصناعة البحرين وتضعها في مقدمة اهتماماتها باعتبارها شريكا رئيسيا في دعم المسيرة التنموية في البلاد كما اشهد سعادة الوزير بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضائها في تأطير النشاط التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة منوها كذلك بجهود كافة المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار بمختلف تفرعاته لما لها من دور فاعل ومؤثر في النمو والازدهار الاقتصادي للمملكة معربا عن شكره وتقديره لجهود لجنة الانتخابات بغرفة البحرين والمنظمين لضمان سيابية العملية الانتخابية تحقيقا للأهداف المرجوة على صعيد متصل قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة بزيارة إلى المترشحين البالغ عددهم 33 مترشحا الذين يخوضون انتخابات الغرفة للمنافسة على الفوز بمقاعد المجلس مجلس الإدارة البالغ عددها 18 مقعدا حيث استمعا للتوجهات والبرامج الانتخابية للمرشحين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح